السلام عليكم صياما مقبولا ورمضان كريم وإن شاء الله يعد علينا بالخير علينا وعليكم يا رب اليوم رح نكمل درسنا الثالثة والعشرون وعندنا خلق الإيثار طبعا بالبداية رح نقرأ أقرأ وتأمل قررت إدارة المدرسة استحاب طلبتها في رحلة مدرسية فرغب علي وأحمد أن يذهبا فيها ولكن أباهما لم يوافق لأنه لا يستطيع دفع تكاليف الرحلة إلا لأحدهما فآثر كل منهما أخاه على نفسه وقال ليذهب أخي هذه المرة وأنا أذهب مرة أخرى فبما تصف موقف علي وأحمد هون خلق بضرعنا خلق الإيثار فآثر أخاه على نفسه فنأتي الآن لتعريف الخلق الإيثار خلق الإيثار هو أن يدفع المسلم وأن يشعر بحاجة الناس فيقدمها على حاجته هون قد امتدح الله تعالى الأنصار من أهل المدينة المنورة وأثنى عليهم لنعرف ليش الله عز وجل مدح الأنصار من أهل المدينة فامتدحهم بقوله وذلون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة خصاصة يعني حاجة وفقر هون لأنهم آثروا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه المهاجرين لما هاجروا من مكة المكرمة للمدينة المنورة فهون ليش مدحهم الله عز وجل لأنهم استقبلوهم لأهل مكة المكرمة أحسن استقبال لهم المهاجرين وقاسموهم أموالهم ومساكنهم ومزارعهم وآثروهم على أنفسهم مع أنهم كانوا فقراء فهون كيف آثروهم يعني شو فعلوا حتى استحقوا هذا الثناء من الله عز وجل مع أنهم الأنصار كانوا فقراء فمع ذلك قاسموهم أموالهم ومزارعهم مع المهاجرين فهون استحقوا مدح الله عز وجل فنيجي الآن لمواقف من الإثار جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة لتهديها له له البردة له العباء الذي يرتديه فأخذها وقد أعجبته فلبسها فرآها عليه رجل من الصحابة فطلبها منه فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إياها فهون آثر هذا الصحابي على نفسه فلنكمل فهون إثار للصحابي أبي بكر الصديق أصر أبو بكر الصديق على دخولي غاري ثور في ليلة الهجرة هون دخل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي إلى غار ثور هروبا من كفار قريش فهون أصر أبو بكر الصديق أنه يدخل قبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغار لماذا؟ لمخافة أن يكون في الغار شيء يؤذيه فهون آثر أبو بكر الصديق الأذى على نفسه على أن لا يصيب النبي صلى الله عليه وسلم أي أذى فنأتي لموقف الصحابي الجليل أبو طلح الأنصاري قدم ضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحبه الصحابي الجليل أبو طلح الأنصاري رضي الله عنه إلى بيته ولم يكن عنده من الطعام إلا عشاء يكفي أهله وأولاده له زوجته وأولاده فانتظر حتى نام الأولاد ثم طلب من زوجته أن تهيئ الطعام وقال لها تظاهري أنك تصلحين السراج فاطفئي له المصباح ففعلت وجلس أبو طلح مع الضيف في الظلام يوهمه أنه يأكل معه وهو لا يأكل فهم بالظلام يعني لحتى ما يشوفوا أنه بيأكل ولا ما بيأكل فأكل الضيف حتى شبع وبات أبو طلحة وزوجته وأولاده جوعا فأخبر الرجبريل عليه السلام الرسول صلى الله عليه وسلم بما فعله أبو طلحة وزوجته مع الضيف فسر النبي صلى الله عليه وسلم بفعلهما ودعا لهما بالخير والبركة وأبلغ أبو طلحة أن الله عز وجل رضي عن فعلهما هو وزوجته فهون آثر الضيف على بزوجته ونفسه وأولاده أين ظهر خلق الإيثار في موقف أبي طلحة مع ضيفه؟ هون عندما تظاهر أنه يأكل وهو لا يأكل مع ضيفه فنأتي الآن لآثار الإيثار وفوائده فهون أهمية أن يؤثر الإنسان حاجة غير على نفسه نزع الحقد والحسد من القلب نشر المودة بين الناس المودة والمحبة وجعل المجتمع قويا متماسكا يحب بعضه بعضا إذن الإيثار هون بيفيد صاحبه ويفيد المجتمع بشكل عام وهيك بنكون أنهينا درسنا ومعاكم واجب حل الأسئلة ويعطيكم العافية